صوب البرلمان الخامس الذي يتهيأ للتكوين من رحم استحقاق تشرين ذلك الذي يربو فوق مطلب حراك ثائر بانتخابات مبكرة استجاب لها رئيس الحكومة وعملت عليها الدولة بكل أركانها لتخرج في تشرين بجهوزية عالية للأمن والدعم العربي والدولي يخط رئيس الحكومة مصطفى الكاظم مبكرا للإدلاء بصوته كأول ناخبية العراق في انتخابات مبكرة لصناعة برلمان مبكر لا تختلط فيه الفوضى وفي غمار سباق ديمقراطي تنفس العراقيون بسياسيهم وحراكهم وأصواتهم نحو صناعة عهد جديد بدءا من تصويت خاص وتصويت عام يحفظ فيه العراق استحقاقه الدستوري بعدان انبثقت عن ذلك الاستحقاق تصريحات مبشرة بدأ بها رئيس مجلس المفوضين بعدم وجود أعطال في أجهزة التصويت وأن الخلل الذي حدث تم تجاوزه بسرعة كبيرة لكن رئيس الوزراء تحدث بما لم يسمعه العراقيون والعالم من قبل عن إنجاز أمني غير مسبوق وانتخابات أحكمت قبضة الأمن فيها وحق دستوري لم تدخله شوائب من الكبائر الصغرى كتلك التي عصفت بأذهان العالم أجمع في سنوات سابقة من حرق واغتيالات وتخريب وفوضى النتيجة الأكثر أهمية والتي قالها الكاظمي هي تلك حين بشر بالإنجاز والتخطيط والتنظيم والتنفيذ لعملية تسجل كأهم حدث تاريخي ينتظره العراقيون وينتظرون إنعكاس نتيجته على العراق سياسة واقتصادا وسحة وازدهارا الحكومة نجحت بالنفات الخارجية ونجحت بالنفات الأمنية وغدا الثنين سوف تسمعون عن إنجاز أمني كبير النتيجة وصلت أصداؤها للجامعة العربية بإجاب وتقييم يسموه النجاح العالم بكبرى دوله يتابع عن كثب لكن أول الغيث قطرة سجلها رئيس الحكومة بما يفتح طريقا ظل مغلقا منذ سنين طريقا نحو ديمقراطية واحترام للرأي والسيادة والقانون